مرحباً لأهلي السراميكا الأهلي بكرة شايفه هيدخل مباراة بقوة كبيرة يعني فيه ناس تقول لك إيه الأهلي لما يبقى خسران بطورة بينزل على المنافس اللي قدامه وبيزعله تمام؟ ولا الأهلي هيتأثر جداً بالخسارة أمام النادي الزمالي ده ما أعتقدش وأعتقد الحوافز أكون أكبر عند النادي الأهلي وممكن ده من سوق حظ السراميكا كلوباتر إنه بيواجه الأهلي وخسران السوبر الإفريقي بالشكل اللي ظهر بنادي الأهلي على المستوى الفني في المباراة وكمان قدام المنافس التقليدي بتاعك اللي هو نادي الزمالي وممكن ده اللي بتصعب الأمور أكتر في أي هزيمة اللي بيتعرض لنادي الأهلي أو نادي الزمالي نفسه لو خسر قدام الأهلي أو العكس فالموضوع بيبقى صعب على الفرقتين فالأهلي شايف بكرة التركيز هيبقى كبير اللي حوافز عند العيبة أكبر عند الجهاز الفني إن اختبار قوي لمرس الكولر اللي حط نفسه في حتة كان بعيد عنها لموسمين كاملين إن جمهور الأهلي شايفوا كويس جدا شايفوا أنه ماشوا عنده سمرية كبيرة لكن بعض الأخطاء الفنية اللي حصلت للفريق قدام نادي الزمالي اللي انت واحدة من أسوأ المبارات اللي لعبها مرس الكولر مع الأهلي مش هي ومش واحدة من أسوأ ده هي أسوأ مباراة على المستوى الفني ما شفتش جملة واحدة طول المباراة ركلة الجزاء جات يمكن حتى أكرم طيب نفسه ما كانش شاعر إن فيه ركل الجزاء فيمكن الأهلي يقدى بشكل سيء قدام الزمالي لكن بكرة الموضوع يبقى مختلف يبقى الحافظ أكتر عند العيبة النادي الأهلي لكن ما حدش يخفل برضو القوة اللي موجودة عند النادي السراميكا كلوقات صحيح إيه المشاكل اللي عند الأهلي اللي المفروض بكرة كلها يكون حلها وكلها يشتغل عليها بص يمكن أكتر مشكلة ظهرت للنادي الأهلي في مباراة الزمالي المشكلة اللي وراء اللي اتنين بكات سواء يحيطوت الله أو عمر كمال لما اشترك بعد محمد داني المحمد داني تريد أن يخرج بعد تلت الساعة أو من أول عشر داوة وكان مصاب مقدرش أن هو يكمل لو نجيب الحالات بتاعة الدفعية للنادي الأهلي أكتر نقطتين بيضير فيهم النادي الأهلي على المساحات اللي بيدم استغلالها وراء البكين سواء ناحية الشمال أو ناحية اليمين ويمكن دي واحدة من القرات الشكل القوي اللي ظهر بيه نادي الزماليك هجوميا مع بداية الشوط التاني وبدأ يخلق مساحات في خط ظهر النادي الأهليك دايما من على أطراف الملعب دي واحدة في ظهر عمر كمال من بنتاك لمصطفى الشلبي الكرة تدورت من اليمين للشمال وراحت من بنتاك لمصطفى الشلبي وما تعملش معاه بشكل جيد نكمل بعد كده الحالة اللي بعدية دي برضو واحدة تانية برضو التقعص اللي عند بيرسي تاو في عملية الأدوار الدفعية يمكن دي المشاكل اللي دخلت يعني أو دي ممكن من أكتر المشاكل اللي استعابت المبرع للأهلي إن لو كان بيرسي تاو والحسين الشحاب بيقضي الأدوار الدفعية الكرة دي يمكن اتعامل فيها نصر مهر بشكل جيد على مرمى النادي الأهلي كرة الهدف البداية نفسها يا كريم لو رحزت هتلاقي حتى فيه رعونة كبيرة عند وسط ملعب النادي الأهلي إن هم خلاص هم عارفين في أي وقت يطاعوا الكرة طبعا لعبت زي مالك يستغلوا الخطأ الكبير اللي وقع فيها حتى طول الله وانطلق ساعتها عمر جابر لو نقف بس اللحظة دي في الفرين ده يا كريم هتبص على حسين الشحات استسلام تام إنه هو خلاص على سيقا إن الكرة هتتقطع لأنه هو كان مطالب إنه يرجع ويكمل جاري مع اللعيبة لما عمر جابر انفرض بالكرة ودخل من ناحية اليمين بقت الزيادة عددية أكتر لعبة نزل زمالك يمكن الشكل الدفاع لما يكون اتنين لعبة من المنافس على اتنين لعبة من الدفاع ده أعتبر أفضلية للمنافس مش لفرقة المدافقة فحسين الشحات تقعص عن الدور الدفاعي الكرة تلعبت بالعرض طبعا السرحان اللي كان موجود فيه دفاع النادي الأهلي طوال المباراة قدر نصر منسل أبرا حسيني الشحات في الكرة دي إنه أحياء هختلف معك سيدا انت حبيبي بس أنا بقوله إن الكرة هي في رجلة هيحيطة الله الوضع الطبيعي للوينج إنه خلاص الكرة في رجلة زميلة أنا ببتدى أغير موقفه من الحالة التحفز الدفاعي للحالة إن أنا بدور حتحرك إزاي عشان زميلي ممكن يتحرك أنا بقولك كتير أنا لأ مش دي أنا بقولك في أغلب الكرة أنا متفع معاك إن الأهل عنده مشكلة وراء أطرافه يعني أنت بس أنا بقول بس كرة الجون أنا بقول كرة الجون نفسها ما بطرق خطة كل علي حطة الله طبعا اللهم الأول عليها حياته الله معفوذ بالزبط يعني لو فيها حياته الله ثم ياسر إبراهيم عسيني الشحاتة أنا بشرح بس النضاء دي أحيانا اللعيب لما بيبقى الكرة مع زميله بيبقى غير موقفه خلاص والأتيتويت بتاعه من الأتيتويت الدفاعي مستني كرة جيدة أصلا للأتيتويت بقى أنا مستني بقى هعمل إيه هجوميا صح بس فدي نقطة مهمة صح سيراميكا لبطر بقى إيه نقطتك واحدة سيراميكا الموسم اللي فات ظهر بشكل هجومي قوي جدا ورغم إن هو كان هجوميا قوي جدا كان عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا ولو نجيب الأرقام بتاعت بس في تلاتة تقال قوي أنا جاي لك أهو يعني الشكل القوي اللي ظهر به أنت غيرت تعتبر جلد الفريق على مستوى الهجومي أنت أقوى ثلاث لعيبة وأقوى ثلاث مساهمات كانت موجودة في الفريق أنت ضحيت بيهم ممكن دي إحصائيات الفريق في الموسم الماضي كله فعدد المباراة اللي لعبها ممكن المركز خد والمركز الثامن الفوز تحس وهو والهزيمة تحس كان فيه تعادل في كل شيء بالنسبة لفرقة سيراميكا كلوباترا عدد الاهداف كان يعتبر نسبة كبيرة جدا بالنسبة أنت فرقة زي سيراميكا كلوباترا بسجل واحده خمسين هدف وفي نفس الوقت بتستقبل 42 هدف كاد برضو كاد نسبة كبيرة ومعدل الأهداف نفسه واحد ونص هدف أنا شوفه معدل كبير جدا لفرقة زي سيراميكا كلوباترا بالإمكانات الكبيرة اللي كانت عند الفريق لو نكمل باقي الأرقام لو بسط الأرقام بين سراميكا وباقي فرق الدوري هتلاقي دايما هو من أول أربع فرق في الدوري في كل الأرقام سواء في الهداف المسجلة سواء حتى في معدل التزديد في معدل التزديد على المرمى إجمال التزديدات معدل التمريرات هتلاقي دايما بالنسبة الاستحواز على كورة لي الخامس معدل عرضيات هو الرابع معدل عرضيات الصحيحة في المباراة لي هو التالت فكل الأرقام في الأغلب هتلاقيها هجومية كنيدي السراميكا كلبات ركام مميز بيها في الموسم الماضي حتى معدل المراوغات إنه كان عنده لعبة كتير جدا مهرية في وسط الملعب كان هو الثلاث على مستوى الدوري نابو أرضه حتى المخالفات المكتسبة في المبرأة برضه بيقدر ياخد فاولات بشكل كويس في اللقاء وبيستغلوا كرات السابتة فإجمال الأرقام لنادي السيراميكا كلوباترا في الموسم الماضي قوي جدا لكن بعد رحيل السلاسي أعتقد الشكل اللجوم السيراميكا هيختلف وهياخد وقت كبير جدا مع كابتن أيمن الرماد أنه يبدأ أنه يخلق قوة هجومية جديدة لفرقة سيراميكا كلوباترا أي نعم عنده بعض العناصر السابتة محمد أبراهيم مشي أحمد ياسر أحمد أبراهيم مشي سديق أجولا يعني سديق أجولا يعتبر هو كان العنصر الأقوى في خط هجوم فرقة سيراميكا كلوباترا لكن عوضوا بعض الصفقات القوية ممكن زلاكة من بيرمز يعوض الدور ده في صادق وسط الملعب برضه بشكل قوي استمرار يبوكا في كراس حربة للفريق برضه مع استمرارية أحمد كندوس وتجديد الأعارة وفخر لقوي برضه العيب من أوراقة مهمة في فرقة بيرمز أعتقد أنه يبقى ليه تأثير هجومي على الكابتن أيمن الرمضان يبدأ يخلق هوية هجومية جديدة لفرقة سيراميكا الهوية دي أول مرة هنشوفها بكرة قدام نادي الأهلي حظوا أن الهوية دي اللي لسه هيجربها تبقى قدام نادي الأهلي فهل هو هينجح هل هو الفترة اللي اشتغل فيها الفترة الأخيرة مع نادي سيراميكا هينجح فيها قدام نادي الأهلي اختبار صعب بالنسبة له في توقيت هو الأصعب للنادي الأهلي ودخل بالمغارب صح أقول حتة قدير أقول أنت عندك فاصل أحاول حتة سريعة أنه هو ضحه بصديقه جولة ورقة قوية جدا بس جاب عناصر تكون أكثر اتزانا يعني هو كان عنده أحمد قندوسي ومحمد إبراهيم دول التمانياتات بتوعه لا هو دلوقتي جاب تمانيات زي محمد صادق عبدالله مجدي لو مش بنفسه القوى الهجومية بس يدوله اتزان عشان يعوض المشكلة اللي شاب كان بتكلم فيها معدل الأهداف اللي بيستقبله عالي ما كانش بيجي من دفاعه قد ما كان بيجي من خط واسطه فممكن يكون ضحه بورقة هجومية مقابل فريق متزن أكثر